في تمساس الأولى أصحاح 3 آية 16 بيقول عظيم هو سر التقوى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد إبقى من المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد زي ما نجيل وحن أصح واحد وفي البدء كان الكلمة كان حتى مش كانت إنه شخص في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله أي 14 الكلمة صار جسدا الله وكلمته قبل التجسد واحد ولا اثنين أنا وكلمتي واحد ولا اثنين واحد يعني آسف جدا جدا مش هيحصل مش هيحصل ده لو أنا حضرتك اطلعت من فمي كلمة فيها إساء لحضرتك لو سمحني يعني مش هيحصل ده لو شتمتك انت قلتلي انت بتشتمني ليه هقولك لا ده اللي شتمتك كلمتي تقول انت مجنون انت وكلمتك واحد فالله وكلمته قبل التجسد واحد المسيح كلمة الله وده معروف عندي ناس كتيرا عن المسيح هو كلمة الله الكلمة صار جسدا يبقى إذن الله وكلمته واحد الله الكلمة وكان الكلمة الله في آية 14 الكلمة صار جسدا يبقى الله وكلمته قبل التجسد واحد الله وكلمته بعد التجسد واحد يبقى إذن دي من منطلق يعني من ناحية معينة المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد فنمر السبعة لكي يعطيك سر التقوى الحقيقية أعظيم هو سر التقوى إيه سر التقوى بعد ذلك؟ أن الله ظهر في الجسد الله ظهر في الجسد تبرر في الروح الروح القدس برره عمل شوالة خطيئة تراءة لملائكة في أشعية ستة الملائكة مغطين وجوههم مغطين رجلهم هذا ينادي ذا قدوس 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 لا المسيح بميلاده وتجسده تراءة لملائكة الموضوع ده بيقولك إيه؟ ده سر التقوى تحب أقول لحضرتك سر أقول للمشاهد يعني سر يخليك تقي أقول الله ظهر في الجسد طيب إيه ده يعني خليني تقل إزاي؟ التقوى هي مخافة الله التقوى هي احترام الله في السر أني أنا بتقى الله باحترمه وأدره إيه اللي خليني أحترمه وأدره؟ وارفض الخطيئة وأطيعه؟ الرسول بوليس قال لي تمساوس حقولك سر سر يخليك تقي قول يا بوليس قال له الله ظهر في الجسد فيقوله طب وظهر في الجسد وبعدين يعني معنا قلنا لما ظهر في الجسد إيه عرف عبرانيين تم ملفداءه البدلية وأبدا المملكة الشيطانية وأعتقنا من الخطيئة وتمتعنا إحن الخطاب البنوية وحاجات كتيرة جدا عمعتم تجسده كفر الخطيئة ومات مع عشانك وتجسد عشان يموت أساسا ياه الله العظيم من أجلي اتجسد عشان يقدر يموت ويفديني ويعتقني من خطيئة؟ آه طب دهنا من النهار ده سوف أتقيه ده أنا حبيته قوي 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 مش الله البعيد عني ده الله الحس بي واللي حل مشكلتي واللي تجسد عشان يفديني أتقيه ولا لأ طبعا أتقيه خوفا منه ولا حبا لي حبا لي هو ده الله عايزه الله مش عايز عبيد يخافه ويترعبه منه رحسان يوديهم جهنم لا الله عايز ناس يحترموه يقدروه يقدرو شخصه أحبه قال المرنم أني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم لكن أحبه لأن حبه لي يحلو وهو الذي من فضله أحبني قبله أنت بتتقى ربنا آه ليه في السر ومحد شايفني عشان ظهر في الجسد أنت بتعرفش الله عمل إيه عمل إيه ظهر في الجسد بعد الده كله وبعد اللي عمله كله ده عشاني المشوار الطويل من المجد إلى المزود ومن المزود إلى الصليب كل ده عشان خطري أنا وأنت بش عايزني أتقي الله الله أدعني سر به أصبح طقي عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد اشتركوا في القناة